السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعي قناة يوسف تيك برو في فيديو جديد. بالنسبة لهذا الفيديو هذي فهو حول قرعة العشوائية ديال امريكا. فليوم تتم الافتتاح ديال الموقع باش انك تدخل تطالع على طلب ديالك واشتم القبول دياله او لا لا. هاد الفيديو هذي غنوريكم طريقة كيفاش انك غدخل غتشوف طلب ديالك بلا ما تحتاج انك تشيل سيبير او لا تعطي شي واحد يشوف لك. فهي طريقة جدا سهلة كيما غيت تتابعوا معنا في هاد الفيديو هذي. يكفي انك تدخل هاد الموقع هادا غنخلي لكم الرابط دياله اسفل هاد الفيديو هذي او لا تدخل جوجل وتكتب داي فار زيتي فيزا لوتري. غيتلع عليكم الرابط ديال الموقع ادخلو لي. مهم انا الرابط ديال الموقع كيما قلت لكم هما غيتلقاه اسفل هاد الفيديو يكفي انك تتورك عليه وغيدخلك لهاد الموقع هادا. من بعد ما تدخل الموقع اتمسيل هاد تشيك سايتيز اتورك عليها. ان فتتورك عليها تتعود تحليك هاد النفيدة هدي عنكم ولكم. هاتفشي غتورك على هاد كونتينيو. من بعد ما تتورك على كونتينيو تتطلع لك هاد الفنية هدي هنا فين تدخلو لزا انفورماسيون ديالك. بالنسبة لهاد اللولة هدي هي ديال كونفرماسون نمبر. هنا يتدخل فيه دك لو كود دك القند السري اللي كتي محتفظ به صورتي او لك تي حتى في تي بي كتبتي بشي بلاسة. تبدأ الفين وواحد وعشرين وتابعينه ارقام. من بعد ما تتكتب هاد اللو كود هادا تتجيل هنا تدخل هنا. هنا تدخل فيه هو الاسم العائلي ديالك. يعني النسب ديالك. من بعد هاد الخانة التالتة هاد الخانة هادي ديال يير اوف بيرت. هادي ديال هي سنة الميلاد. تدخل فقط سنة. على حسب مثلا فاز زايد الف وتسعمية وشي حاجة او لا الفين. تدخل فقط سنة. من بعد اللي هنا يا تنا بطول هنا هادي تدخل هاد اللو كود ديال كابتشال اللي عندك هنا. ومن بعد ما تدخل هاد اللو كامل تجي تتورك على هاد صب مايت هادي طريقة جيد سهلة. انفو تتورك على هاد صب مايت تقدر تلقى جوج ديال الرسالات. الى لقيت هاد الرسالة هادي. فراه مبروكة عليك اراه تم القول ديالك خصك تبع الاجراءات ديالك القانونية مازال. ما لقيتش هاد الميساج هذا فاوتوماتيك مو غا تلقى هاد الميساج هذا اللي مكره اللي تكرهه وقع الناس هو هزبين نوت سيلكتن. لقيت هذا غني شمس العشية. وان شاء الله حاول انك تقدم طالب ديالك في السنة المقبلة ان شاء الله. وراه هاد القرعة غير عشوائية تتلعب على فقط الحظ. انت وزهرك مازاتك شهد العام. ان شاء الله العام الجاي على شوال ما لا. اذا كما قلت لكم فهدية طريقة هي طريقة جيدة سهلة. ما فيها شي صعوبات. ما تحتاج انك تشهد سيبير او لاشي حاجة. وانتمنى ان هاد الفيديو هاد يكون عجبكم. وهنا غا نكون وسالين هاد الفيديو ديالنا فالي عجبك ما تنساش تليجيم كذلك تخلي نشي تعليق تحفيزي. وإلا كتي اول خطرات تتابع قناة يوصف ديكبرو ما تنساش انك تشارك في القناة كذلك تفعل زيل الجرس باش توصل لجديد الفيديو والديالنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.